بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين ومن سار على نهجهم حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم يا حنان ويا منان ويا ديان ويا مستعان ويا رحمن ويا قديم العفو والإحسان يا الله اللهم إنا نسألك الأمان الأمان من زوال الإيمان ونسألك العفو عما مضى منا وكان من الذنوب والزلل والتقصير والإصيان ونسألك يا رب أن تسكننا في فراديس الجنان وأن تنجينا من لضى النيران إنك الرحيم الرحمن آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أياما معدودات أسأل الله تعالى أن يتقبل من نومكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا أيها الإخوة الكرام إن الصيام هو ركن من أركان الإسلام فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة ويتاء الزكاة والحج وصوم رمضان في رواية صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه الأركان الخمسة نريد أن نتكلم اليوم أن المفطر أمدا في نهار رمضان أن الذي لا يصوم هناك فرق بين فرض وركن فأداء الأمانة فرض وحسن الجوار فرض أداء الدين فرض صدق الحديث فرض كف الأذى فرض تحر الحلال وتجنب الحرام فرض هذه كلها فرائض لكن هناك أركان أركان ويهذا الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا رأس الأمر كله لا يصح إيمان أعابد إلا بها والصلاة والزكاة والصيام في رمضان والحج هناك فرق بين نقول ركن وفرض فالفرض واجب أوجبه الله تعالى علينا يحاسبنا إذا تركناه أما الركن فقد شبه بأركان البيت أي الأعمدة التي تحمل السقف والتي لو لاها ينهار السقف لذلك عندما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أركان وصف بأن الدين مبني عليها قال بني الإسلام على خمسة بنية كأنما الإسلام بناء وهذه الأركان هي الأعمدة الخمسة التي تحمله فمن هدمها بمعنى لم يؤدها فقد هدم الإسلام هكذا الموضوع ليس فقط أنه عبادة نفرط بها ونكون آثمين إنما دين نهدمه لذلك فأي كبيرة ترتكب هي أهون من ترك واحد من هذه الأمور الخمسة حتى القتل حتى القتل الذي هو أعظم الجنايات وأكبر الجرائم قتل إزهاق النفس سوى أن تقتل نفسك بالانتحار أو أن تقتل غيرك من أعظم الجنايات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه والعنى حتى هذه أهون عند الله تعالى من ترك واحد من هذه الأمور بل يذكر أئمتنا رحمهم الله تعالى أن الكلب والخنزير أكرم عند الله من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج إن كان قادرا على أداهي يعني متعمدا إن كان قد تركها متعمدا لذلك فالموضوع تعدى كونه حراما يستوجب الإثم إنما هو هدم ركن يستوجب هدم الدين ونسأل الله تعالى السلامة والعافية ثم إن هذه الأركان الخمسة منها ثلاثة تعد عرى وقواعد عرى جمع عروة العروة هو الشيء الذي يمسك الأمر كمان نقول عروة الباب وعروة الستارة وهكذا العروة يعني الشيء الوثيق المربوط ربطا وثيقا بالأمر من هذه الخمسة هناك ثلاثة عرى وثلاثة قواعد فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم يعني المقصود بتركها هنا إذا تركها جحودا يعني أن ينكر فرضيتها وأن ينكر أنها من الله سبحانه وتعالى أما إذا كان متكاسلا لا نجعله كافرا لا يحكم عليه بأنه كافر مباح الدم لكنه من أهل النار تركها وهو معتقد أنه عاصي أما أن يقول لا لست عاصيا ليست واجبة علي أو بعض الناس يتعنت ويقول أنا ما قل ماذا أعطالي الله كي يصلي وأصوم بعض الناس يتعنت في الكفر يقول الله شمنطينا حتى تصلي الله شمنطينا حتى أصوم هذا مشمول بالحديث كافر ما هذه الثلاثة التي أسس عليها الإسلام قواعد الإسلام وعراه شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان الموضوع يعني كما نقول خواص الخواص خواص العبادات خمسة أركان الإسلام وخواص الخواص من هذه الخمسة ثلاثة الشهادة والصلاة والصيام الموضوع أيها الإخوة أعظم من أن نتهاول به وأشد وأغلظ من أن نتساهل به لذلك علينا أن نحفر ولهذا بسبب هذه الأهمية العظيمة للصيام وهي عبادة قبل كل هذه الأحاديث مفروضة مفروضة بالقرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام خلص كتب بمعنى فرضة لذلك نقول الصلاة المكتوبة بمعنى المفروضة كتب بمعنى فرضة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن فصوم عبادة قديمة ليست خاصة بأمتنا كما كتب على الذين من قبلكم ولكل أمة شعائر بالصيام منهم من يصوم شهرا كاملا لا يحل له أن يأكل شيئا من منتجات الحيوانات لا اللحم ولا الحليب ولا البيض ولا السمن الحيواني اللي ينسمي الدهن الحر يعني ولا الزبد الحيواني ولا شيء من منتجات الحيوان وبعض الملل تصوم مثل صيامنا عن الطعام والشرب إلى المغرب لكن إذا أكل وشبع يحرم عليه بعد ذلك أن يأكل لذلك يبقى طيلة الليل وكان هذا في بداية أمرنا وقد تحمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم خفف الله تعالى عن أمتنا وقال كُلوا أشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عموما لكل ملة صيامها ونحن صيامنا أخف صيام الملل لأننا أمة مرحومة أمة مرحومة ورغم ذلك هناك من يتعنت في هدم هذا الأساس العظيم من أسوس الإسلام وهذا الركن الركين من الأركان التي بني عليها الدين ونسأل الله تعالى السلامة والعافية لذلك بسبب هذه الأهمية العظيمة وهذه الضرورة القصوى كان لابد أن يكون العذاب المعد للمفرط بالصيام عذابا شديدا فما هو عذاب تارك الصيام عن أبي أمامة الباهلي الصحابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعية يعني بعضدية العضد الضبع هو العضد هذا العضد يعني أعلى اليد فأتي بجبلا وعرا فقال إصعد وطبعا هذا كانت رؤيا ولكن رؤى الأنبياء نقف رؤى الأنبياء حق ووحي رؤيا الأنبياء بالضبط كأنه وحي من الله بدليل سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لسيدنا إسماعيل قال إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر تؤمر لأنه وحي مع أنها رؤيا فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا بمثابة وحي طيب فأتى يا أبي جبلا وعرا إثنان أخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشرفا بصحبته من الملائكة فقال اصعد فقلت لا أطيقه يعني وعر لا يمكن أن ليس صعوده سهلا فقال إننا سنسهله لك فصعدته سهله الله تعالى فصعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة سمع أصوات مخيفة كأنها الرعد والبرق شيء مخيف مهول قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار عواء شبه بعواء الكلاب ونباح الكلاب عندما تكون تتعرض إلى خطر وتنبح بصوت عالي يعني كما نقول تهدر بصوت عالي تدافع عن أنفسها الشبه بالعواء من ناحيتين تحقيرا وتفخيما تحقيرا لأنه تشبيه بالكلب من الذي قالها الملائكة قالوا هذا عواء أهل النار تشبيه بالكلاب تحقيرا لهم والأمر الثاني تهويلا للصوت العالي الكلب إذا اعتدي عليه وأخذ ينبح النباح العالي كأنه يزأر يدافع عن نفسه يخاف عموما صوت مخيف قل ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم العراقيب جمع عرقوب ما هو العرقوب العصب الذي فوق مؤخرة قدم الإنسان القدم قدم الإنسان الرجل هناك العقب اللي يكون بالأخير والأصابع بالمقدمة بالمقدمة الأصابع وبالأخير العقب فوق العقب يوجد عصب معروف إذا نمسك عصب هذا يسمى العقوب يعني بالضبط مثل تعليق أشياء الشات القصابي مين يعلق الشات إحنا نقول الشات معلق من يكراحة هناك عصب العقوب يعلقها منه بالضبط نفس الطريقة يعلق أولئك المعذبون معلقون من عراقيبهم مشققة أشداقهم ما هي الأشداق؟ الأشداق أطراف الفم هذه طراف الفم طرفي طرفاء الفم اليمين واليسار مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما يا ترى بأي طريقة يعذبون صلى الله عليه وسلم يعذبون عذابا شديدا قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يعني ما هي تحلة الصوم؟ أذان المغرب يفطر قبل أذان المغرب معنى يفطر لا يكمل صيامة ولو تأملنا في هذا الحديث المخيف لرأينا أنه وعيد على إنسان صام ثم أفطر قبل المغرب بغير عذر لم يقل الذين لا يصومون الذين يفطرون قبل تحلة صومهم وعيد على إنسان صام ثم أفطر قبل المغرب بغير عذر فما بالك بمن لا يصوم؟ أصلاً أكيد ستكون العقوبة أشد وأغلض وَيَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ أيها الأخوة الموضوع عظيم هذا المشهد الذي ذكرناه الآن لا انتظروا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم رأاه في الدنيا لم يقل يعني ليس من مشاهد المعراج التي هي تصوير لما بعد يوم القيامة إنما رأاه في الدنيا فهذا حال أهل القبور والعذاب الآخرة أشد وأبقى الآن فيتخيل كل مننا إنسان مات ولم يصوم مات وكان لا يصوم مات وكان مقصراً لا يصوم داهمته المنية وفاجأه الموت مات لم يكن يحسب هذا الحساب تخيل أنه الآن في مثل هذا الموقف ثم نتخيل أنفسنا لو كنا مكانه ثم نحمد الله نحن الصائمين أن نجان الله سبحانه وتعالى من هذه العواقب فعلينا أن نتقي الله ربنا فإننا على وشك أن نغادر هذه الدنيا ونلقاه فعلينا أن نحسب الحساب ليوم نلقاه أكتفي بهذا القدر في هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السماع وشهيد ونسأل الله تعالى السلامة والعافية نأخذ الآن فاصلاً نستغلوب الاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعود بعد ذلك إلى ركن الفتاوى اذكروا الله والله جليس من ذكره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بكم إخواننا الكرام وصلنا إلى ركن الفتاوى نستقبل أسئلتكم كعادتنا على القام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم كذلك من خلال تعليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة في الفيسبوك والتي يبثوا فيها برنامجنا الآن بثاً مباشراً حياكم الله ونبدأ على بركة الله نعم هنا أخن اتصال طيب أم عمار من إديالة تفضل يا أختي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك شيخ؟ الحمد لله بخير الله يحفظكم بارك الله بك على هذا البرنامج وفيكم بارك الله وحفظكم شيخنا عندي ابني عمره تسع سنين وما يقدر يصوم شون أصومه يعني هو ما يقدر يعني طيب حاسة شوية ضعيفة وحبيت أسألك يعني خاف عندي علي ذنبها يعني شو ميصوم يعني قصديش حاسة الصحية ضعيفة ولا شنو اي اي ضعيفة حاسة ضعيفة مريض مريض اي اي مو مريض بس حاسة شون نقول مو مثل أي شخص يعني عندها على هذا الشيء طيب طيب عادية وزوجي شيخ عندنا ميصوم ميصوم يعني بس للظهر هي شي يفطر هذا غير صيام ليزي طيب ليش اي يعني اقل ليش يقول ما اقدر يعني هميا شون وشي يفطر هاي وما يقدر شنو ما يقدر يتكاسل يتكاسل يعني جوع وخلص اي عسية هي تكاسل هو اك واحد هو اك واحد صايم ما يجوع هو اكيد صايم جوع هو غير الصوم صبر طيب هو مريض يعني مريض والطبيب قال لأفطر ولا ما بيشيه لا 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 مو مريض لا سمعتوا بداية الحلقة ولا لا بداية الحلقة سمعتوها بداية الحلقة مالات نهاية سمعتوها اي سمعت اي سمعت زوجك زوجي سمعتها لا لا ما موجود هو هنا ما موجود هو بالدوم وصل الهياء اي عسية لان زوجت مرتكب كبيرة واذا ما تدارك نفسها من اهل النار وعليه القضاء على ايتي حال زيان شيخنا والفترة شكيت طيب اي عيني شكرا شيخ اهلوا سهلا ابو هاجر من بغداد تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله نحبك في الله نحبكم الله بارك الله فيكم وعزكم العفو شيخي العزيز احنا تجلي بشهر رمضان تجينا مساعدات يعني مواد غذائية او فلوس يعني اكمل عالم ياريت يومنا خيارتك يعني يقولك عريد تصوير عريد توفيق يعني عدل امور والله العظيم جاي نعاني منك يعني يجلي لا رمضان فقط انت تروح تنتين تحصها 7-8000 على تصور شو تنطيها او مبلغ 50-16 على تصور للشخص متاخد هاي الاشياء يقول لك احنا ما ننطي يا رائد تنطونها بالعمور الله يرضى عنك جاذأك الله الف خير طيب بس اريد اسألك سؤال لما لما تنطي التصوير يشترط عليك ان تذكر اسمه بالتصوير بالنسبة للمواد الغذائية لا ما يشترط بس مرات الفلوس لا يشترط يشتر الحاج فلان لا حول ولا قواتنا احنا اصحاب مساجد والله يجعين ننتحرج منها على الموطن طيب طيب ما شعني الله يزيك مساجد حياك الله الاخت ام موسى من الانبار تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تياخذ عريض اسمومة طلب بشهر شوائل حسب بصيام شوائل حسب طلب يعني هم طلب وهم ستة من شوال بنفس الوقت بنفس الايام لا امي ليس يا بصوم الطلب بس يقولوني لا اذا صومين يحسب الشوال ما يحسب الطلب يعني بس لحظة خل نفترض عندي ستة ايام طلب تصومين هاي ستة ايام همال شوال وهمالطلب بنفس الوقت هذا قصدتش ولا شنو يعني لا عدتهم بس الطلب قريب بس الطلب تمام شو المان نعم تفضلي سياخاني عندي حموات يعني حل شداتها يكره زيان زيان زوجيت شنو موقفة زيان زوجي ما يكرسها يعني المهم ما مصدقهن المهم ما مصدقهن يعني هو طيب طيب نكتروا هن طايمات يعني هن عساد طايمات ومصريات واردان خي سعب يعني هاد دين نفس بس ويظل مني يعني شنو هذي احنا رب العالمين راضي عليهم إذا يسوي نفسي طيب تسمعيني اجابة عندي شوال آخر أختي يحلو الأقوات الله بالله العلي العظيم يعني يعيرنش بل يتم إذا يعيرنش بل يتم اليتم شرف لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولد يتيما اليتم شرف علي اتحال آآ تمام وقتي تسمعين الجواب أم بلال من الموصل تفضلي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عندما تابعينك أهلا وسهلا نتشرب بكم تفضلي آآ دكتور يعني من الموصل يعني زوجه ثمان سنوات زوجه فقط يعني راح بغداد وانفقد بغداد وهاي ثمان سنوات شمان السلام راتب وهسي طلع الراتب ماله وبيه متراكمة زين هاي المتراكمة يعني بيه الزكاة لو ما بيه الزكاة وبعض عندي يسئلة دكتور زين يعني انا ولادي بناتي هاي يعني احتبرون يتال مبقيت ابوهم لو ما احتبرون زوجي كوشي ما ما نعرف انه قضت المحكمة بانه اي شيء ما نعرف سنتين اذا ما بيه شيء عنه يعتبر متوفي هاي شوكت هاي هاي بشهر السابع رح يكمل سنتين طيب زين دكتور يعني هاي الفلوس المتراكمة يعني اهل وامو لو حق بها لو ما لحق بها لانه يعني الصراحة ما عرف يعني خاف لهم حق بها واني ما عرف وش قد ذكاتها يعني المل ظهر باسم من هذا المبلغ يعني مال الرواتب ظهر باسم من يعني ظهر هو باسم زوجي بس انا بتقيم عليه يعني انا سنت وكيل استلم ثوبت هو باسم زوجي يعني راتب شهداء ولا شنو ولا هو كموظف يعني بس فهميني هذا الراتب شنو صفيته لا راتب ما المتقاعد يعني ها ما التقاعد ايه ماتب تقاعد راتب تقاعد نعم وانا كل تظن انه راتب شهيد تمام تمام عختي طيب صفيته الزناية عندي يعني ابني عمر 15 سنة يعني مثل الصلاة الجمعة يشزن بها ورثون وحباب وشاطر ومؤدب أخلاق بس الصلاة يتعود عليها ما قاعد يتعود عليها الصلاة مابتين ثلاث شتن امر خمس عشر طيب تمام عختي عندي سؤال آخر شكرا دكتور سهلا الاغتة التي ذكرت بان ابنها عمره 9 سنوات ولا يستطيع الصيام يعني ان كان عنده ضعف فيمكنكم ان تعودوه 9 سنوات مبالغ غالبا يمكنكم تعويده كيف ذلك بان يعني تقولون له بان تقولوا له صم الى صلاة الظهر ثلاث اربعة ايام الى صلاة الظهر يعني حتى ما يتريك لا يأكل طعام الفطور بعد ذلك صومه الى العصور او قبل العصور يعني شوية شوية تعويد بما انه ليس مريضا كونه يجوع يعني ما هو لا شك الصايم يجوع ف التسع سنوات يعود تسع سنوات الناس صايمة الاطفال صايمة تسع سنوات ثمان سنوات سبع سنوات يصومون يعني فيفضل ان يعود هو ليس واجبا عليه لا يأثم لانه لم يجري عليه القلم بعد لكن يعود حتى لانذا انسان ما يصوم ما يصوم الغفلة بلاغ صار عمر 12 12 سنة بلاغ من يبلغ هو ما متعود صعب عليه لذلك الافضل ان يعود قبل البلوغ يعود ولو بمراحل تدارجية كما قلنا طيب وذكرت بان زوجها لا يصوم يعني مرتكب كبير ومن اهل النار نسو الله تعالى السلامة والعافية لا يصوم ليس عنده مرض لكن يقول انا اجوع هو اكو صايم ما يجوع بلا شك يجوع انسان ليبلوكم ايكم احسن وعمل يا اخوان انت ما تحب اطفالك ما تحب زوجتك ما تحب امك وابوك طيب ما مدك تستمر وياهم طيلة الدهر انت الموت الموت يا اخوان باب تدخل منه تطلع من غرفة وتدخل من غرفة الموت مو قطع حياة الموت انتقال من حياة الى حياة اخرى طيب ايش قط صعبة فراق الاهل بالنسبة للسجن فراق الاهل والاحباب اشد من اي شيء اخر بالنسبة للسجين فليترك فريضة بالضبط ويحكم عليها انه سجين تحت التعذيب انت ليش ما تصلي وتصوم وتعبد ربك حتى من تروح تطلع من هذا الباب الذاك الباب ترجع تجتمع بعطفالك ترجع تجتمع دوجتك بابوك بأمك ليش تحرر نفسك من هذا الجو العائل الجميل اضافة الى ما عده الله سبحانه وتعالى للعابدين حوله والأقوة الله علي تحال قولي لزوجك يعني يا أخوان جميع النساء والرجال الرجال اللي عنده مرأة مقصرة مع الله ما تصلي او ما تصوم والمرأة لذا زوجها ما يصلي لا تصوم والابناء لأبوهم كذا والابن لابن كذا قلول احنا نحبك ومدنا نستمر بهذه الحياة مدنا نستمر الموت ما ريد يفرقنا نريد بعد الموت نبقى سويا نبقى مجموعين ليش تخلين ليش تحرمنا منك فقلول هذا الشيء مو بس مسألة عذاب ونعيم انما فراق يا اخوات مقدار الفترة الف ونص عن النفر او مو عن اليوم خلاص هي مرة وحدة الفترة مرة وحدة تطلع مو يوميا ذيش الفدية نعلم ما يصوم اما الفترة فهي واجبة على كل من صام ومن لم يصم على الطفل والصغير والكبير والمجنون والعاقل كلهم صدقة تعطى للفقراء ينتهي وقتها بصلاة العيد يمكنكم اخراجها خلال ايام رمضان تأخيرها الى ما قبل العيد افضل اولا خروج من الخلاف ثانيا حتى الفقير ينتفع منها بالعيد بلقمة زينة لكن يمكنكم اخراجها الان وياكم ونسيانها يعني في كل سنة بعد العيد باول حلقة من برنامج بعد العيد او بعد رمضان يجي واحد والله نسيت ما طلعت الفطرة هاي سنويا وهاي السنة اقولوا قال هاي السنة اذا راح يجينا الناس تتصل بنا نسيت ظل تأجلوا نسيت ما طلعت صدقة الفطر خلاص يعني الصيام صدقة الفطر اول شي ترضي الله ثاني شي ضعمته للمساكين ثالث تنظيف للصيام مما شابه من لغو ولغط ورفث الكلام هاي التنقية للصائم والله نسيت اقول لك طلحها بعد العيد لكن هل كانت تنقية للصائم لا واجبة لكنها ستكون صدقة من الصدقات صدقة واجبة احد الاخوة العاملين في مجال الاغاثة والعمل الخيري جزاء الله وخيرا من شباب المساجد يسأل ان بعض المتبرعين ناس الله موفقهم لفعل الخير يأخذون الاغنياء ويردونها الى الفقراء بعض الناس يقول لك انا اريد تصوير وبعض الناس يقول الان اريد اسمي ويا شكر نشكر المحسن فلان اذا شوفوا اخواني اذا اشترط عليكم هذا المتبرع صوروا للفقير من يأخذ والله نصيحتي لا تأخذوا منه ياخذ الفقير بعض الفقراء عندهم اباء كما وصفهم الله تعالى يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف لهم مضيون ما يأخذ الفلوس ما يأخذ منك المساعدات ما يأخذ لكنه الجوع والعازة قشرة مثل ما نقول باللهجة العامية افطر والله هو كريم ابن كريم يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف انت من الصور كأنما تضرب الطلقة على رأسه هذا من انواع الاذى والله تعالى يقول لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والاذى فاذا واحد يقول لك صور للفقير من يأخذ يقول له والله يا اخوي عجل خلي فلوسة كمك روح انت تصدق بها انت شوف الفقير بعينك لا تشوف بالتصوير اما اذا يقول لك صور للمواد الغذائية فقط لما تشتروها نعم اقول لا بس قول هذه صدقات فلان لكن لا صور الفقراء يا اخوان والله انا احزن عندما ارى بعض الجمعيات تتصدق باشياء يسيرة ما تكلف وحاط لك صورته الفقير واليتيم شائل الصدقة وكاتب عليه اسم الجمعية يدر هي دعاية هلا هلا بالفقراء الله لا تؤذوهم يا اخي لا تؤذوهم يعني حتى مرة رجل شكالي رجل من كرام الناس لكنه فقير كنم عزز مكرم ابن الناس قال والله صار التوزيع واني ما عندي ما عندنا لقمة هنية ولا عندي فلوس اجيب الجهال قالوا توزيع اللحم ده زيت الجهال قالوا انا ما قدر اروح ما قدر كبير علي واني رجال صاحب قالوا غترة ده زيت الاطفال جابوا لحم كان ظن عيد اضاحي يعني عيد اضحى وكذا قال جابوا لحم قال لانا انا ما قدر اشتري اللحم من عيالي وليش احرمهم ده زيت ابني قال تفاجئت واذا صور ابني منتشرة بمواقع التواصل الجمعين صور ابني قال هي لو ملخز تشاناني رحت لكني اختي زيت الزيت ابني انه بطلع صورة ابني قال والله لو ادري لو ابقى على خبز والمي ما ادزل ابني فهذه يا اخوان امور تجرح ولي تجرح الفؤاد فاذا واحد طلب منك استور للفقراء قل لو روح انت روح انت انطيها الفقراء شوفهم بعينك مو بالكاميرا واذا قال لك استور لي المواد الغذائي لا بس خذها منه والافضل يا اخي خليها بينكم بين الله خلي صدقتك خبيئة سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لي يكل لكل منكم خبيئة هذي الخبايا اللي ما حد يدري بها بس الله سبحانه وتعالى وربما قال لي ياخذهن منك هم يدري هاي هي ستكون سبب الشفاعة هي ستكون سبب الشفاعة هي ستكون مثقلات الميزان انت اذا دور تصوير دا تنشر وشوفوا انت صدقت كل شي ما رح يبال لك خسرت فلوسك الخالبة لاش هالوقت التي سألت عن صيام الطلب في شوال لا مانع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر يعني السنة كاملة تعتبر انت صايم تأكل وتشرب ولك اجرى الصيام سنة كاملة الى ان يجرى رمضان الاخر فليصوم رمضان وستة من شوال كأنما صايم الاسنين كلها دوارة اذا كل سنة يصوم هن سنة راح يتعتبر صايم الى رمضان المقبل وبصوم اجر الفريضة كأنما دا صوم اجر فريضة مو اجر نافلة ورغم ذلك اناس تفرط بهذه الشعبات العظيمة عموما الاخوة تسأل تقول اذا صومت ايام الطالب بشوال ينحسب لي ينحسب ليش طلب ما ينحسب بشوال الطلب طلب وشوال شوال فاذا كان عندك ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام طلب صومها في شوال لا مشكلة لكن هل يحسب لك صيام الدهار لا هذا صيام قضاء صيام شوال ستة مستقلة ستة تكون هي الحالها اي ايام من شوال متسلسلة غير متسلسلة متفرقة كل اسبوع يوميا هكذا يعني كل ذلك جاهز وسألت الاخوة تقال بانها حمواتها نسوان طبعا هو الحمو اغلب الدول العربية من يقول حماتي يقصد ام زوجها ام زوجتا يعني او ام زوجها من يقول حماية يقصد ابو نحن عندنا في العراق الحمو هو اخ يعني اخو الزوج والحمات وهذه كلمة غير صحيحة في العربية الحمو فقط يطلق على المذكر عموما الحمات شم واحدة من حمواتها يكرهنها ويطعن بيها وعيرنها باليتم وحدة وحدة اولا الطعن بالباطل هذا يعد قذف اذا طعن يعني كان الطعن بالفاحشة هذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قذف محصنة يهدم عمل مئة عام خلي صلي خلي صوم هدم عمل مئة سنة قذف محصنة واحدة واشد من ذلك من لا والي له قذف امرأة لا والي لها كان امام الشافي رحمه الله يقول احذر من دعوة من لا والي له الا الله اكواحد عنده سند يقدر يأخذ لحقه بس اكواحد ما لسند بس الله سنده احذر من دعوة من لا والي له الا الله لان الله يخوف من يريد ينتقم لمن لمن يوليه ولمن يحتسبه من ينتقم ينتقم صلى الله تعالى السلام اللهم يا رب سترك وعفوك وفوقها يعيرنها باليتم كأنما يعيرنها بشيء كتبه الله لها وقدره لها اولا اليتم شرف سيد الايتام هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مولد يتيما ثانيا قل له ومن القدر لها اليتم هو الانسان اختار النفس ليكون يتيم اولا كنا مدنا مدنا ابونا وامنا قدام عيونا كل انسان هكذا وليتم مصيبة الله تعالى يقول فاصابتكم مصيبة الموت لكن من الذي قدرها اليس الله انتم يحق لكم ان تعيروا انسانا بشيء ارتكبه ولم يتب منه وعيره به عاصي الله سبحانه وتعالى ما تايب تعير به والنصح افضل من التشهير لكن لكن انسان شيء قدره الله عليه ليس من يده شيء مبيدا جاي تعير بشيء الله قدر عليه وانت ذات ذن قدر الله سبحانه وتعالى تقول الله تقول الله يا ناس خلي شوين دير بانا على الفضل لنطلقها ترورات بيعات كبيرة جدا تعير بليتم وطعن حوله لا قوة الا بالله عموما قولي لها التسألين هل يحق لك التحسب نعم بلا شك حسبي الله نعم الوكيل يجوز وهي دعوة مظلوم ودعوة المظلوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينه بين الله إلا ليس بينه بين الله حجاب زين اخت سألت بان زوجها فقد قبل سنوات يعني كان مفوض بعد اربع سنوات ترفعون امركم الى المحكمة المحكمة ستقضي بوفاته المفقود بعد مرور اربع سنوات شرعا وقانونا حتى بالشرع ترفع المرأة امرها الى القاضي معاملة فقدان يقضي القاضي بوفاته فاذا قضى بوفاته يحكم شرعا بانه ميت الحكمة الشرعية له انه ميت فتعتدين عدة المتوفى عنها زوجها بعد قضايا العقاضي عموما انت تقولين بشهر السابع يعني بعد كم شهر تنتهي المدة ويعد ميتا عندما يعد ميتا تعتدين عدة المتوفى عنها زوجها اربعة عشر وعشرة ايام تكون يعدى ويعد شرعا يعتبر ميتا بالنسبة الاموال الاموال بما انك وصية عليها لا تتصرفين بها لانك مؤتمن بها لزوجك زوجك يعتبر حي مادام الى الان لم تصدر لم يصدر الامر القضاء بوفاته يعتبر حي غائب زيان يعتبر حيا غائبا فالاموال عندك مخزونة زيان نجع الاحكام هل تزكى بعد ان يتوفى تقسم هذه الاموال الى الورثة سدس للأب واحد من ستة وسدس للأم ان كان احياء ان كان حيين سدس للأب وسدس للأم زيان ثمن لكي انت ايش ثمن اثنى عشر نصف بالمية والباقي لابنائه وبناته للذكر مثل حظ الانثيين هكذا التقسيم هذا قبل الزكاة قبل الزكاة لان كل واحد راح ياخذ حصتة هو وعد حصتة يشوفها اذا بالغى النصاب يزكيها بعد ما يحل عليها الحول هذا من الحكم بالنسبة لتقسيم الاموال اذا طلعت لا اذا بالنسبة للراتب ما لا بالنسبة للراتب هذه المتراكمات خلاص اخطموها بالنسبة للراتب الشهري يعتبر منحة اذا كانت من اقتطاعاته السابقة فهو ارف وان كانت الاختطاعات السابقة قد تراكمت ووزعت كلها فالباقي يعتبر منحة من الدولة لمن يعطى ليس قسامة شرعيا انما يعطى لمن يكتب باسمه الراتب فقط اذا كتب باسمك فهو ايليك واذا كتب باسمه باسم امة الكم اثنينكم واذا كتب باسم ولده فيقسم بحسب التقسيم ما يقسم بحسب القسامة الشرعي انما يقسم بصفة متساوية هذا يعتبر منحة وليس ميرار زين ابنها بالغ مرأة تسأل افتح بابا لتصالات اخي المخرج اذا ابقعدنا وقت ادنا وقت لان هذا اخر سؤال ابنها بالغ ولكنه يعني تقول حباب صفات جميلة وكلام طيب لكنه مقصر في الصلاة قل له ما صنعت شيئا ما صنعت شيئا كل ما سوى ذلك هباء لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فاذا صلحت صلح سائر العمل واذا فسدت فسد سائر العمل الصلاة هي انتماء العبودية هو الاقرار بالربوبية عندما اخفض رأسي واضعه على الارض واسجد وقول سبحانك سبحان ربي الاعلى كأن يقول انا اسفل وانت اعلى عندما يقول سبحان ربي العظيم كأن يقول انا الضعيف وانت العظيم هنا اقرار لنفسك بالعبودية وهذا اشرف مقام بالنسبة لنا واقرار لله بالربوبية فمن ضيعها فلا خير بباقي عماله انصحك بان تنصحيه بما تستخرجينه من احاديث من الانترنت والان هذا سهل او جعله يشاهد بعض المقاطر اكتبي في جوجل في يوتيوب عقوبة تارك الصلاة خوي فيها خوي فيه من هذه العقوبات خلي شوفها المقاطع والامر الاخر اختاري له الصحبة الصالحة اختاري لصاحب صالح من اهل المساجد شوفي ليش واحد لان الصديق الصالح الصاحب الصالح يساعد الابوين على تربية ابنهم يساعدهم طيلة ما هو في الخارج صار وقت الصلاة اخذوا اياها الجامعة تكلموا اياها الكلمة الطيبة الصاحب الصالح يساعد الابوين على التربية طيب ابو مصعب من الموصل تفضل السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك بيك ان شاء الله يبارك بيك ان شاء الله عليك وصول عمرك امين جميعا يا رب الله ان شاء الله ابن غنم زيان واحيانا من النحل بالغنم من الدات فاجل لكم الله سبور بالحليب هذا الحليب طاهر مجيس وصير زيان هي ذوات بالحليب يعني واحد الى نفس عوفك من مسألة طاهر ما طاهر الا انا اذكر لك الموضوع يعني يعني احنا احيانا احيانا خطوه يصطلعون منه زبدة او دهن هي شي يعني احيانا ممكن ان تبول خارجه ثم قطرات طفوا ارجو تقع بالحليب اي 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 طيب طيب اي اي يكسر شوية من جر طيب هذا هذا الكوش يصير ضحية يعني جر نمو كامل يطلع المخ يطلع المخ ولا بس كسر من فور لا لا بس كسر طيب منه شبايا هيتس يعني زين ما بي مشكلة تجوز الوضحية به للا اذن خلع وظهر المخ عند اذن لا يجوز لا لا ما بيكلش ان شاء الله بس مجرد شبايا طيب منه نعم نعم ان شاء الله سيكون عندنا برنامج في شهر ذي الحجة وسنفصل في احكام الوضحية لكن باختصار نعم يجوز مكسور القرن كسرا يسيرا يجوز زين ابو عبدالله من السماوة تفضل حياك الله ابو عبدالله تفضل عيني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام شيخنا شوفك كيف حالك الله يبارك بأمرك يرضى هذه امي توفت امي راحة رحمة الله وسويت لها ضحية بعيد ما شاء الله الوالدتك اي والله الامك ايه وفيت امي بالكرانة وسويت لها ضحية بعيد هل تشيد دوما تشيد شيخنا الله يتقبل منك هذا الجهد المبارك طبعا تقبل بلا شك الي بعير يكفي عن سبعة فاذا خليتها بس عن واحد اجرك عظيم يعني هي امك بعيد كبير يعني عمره يتعوالي بالخمس سنوات نعم نعم هو البعير ما يسير اقل من اربع سنوات الله ان شاء الله يتقبل منك الله يتقبل منك مأجور مأجور عظيم مأجور عظيم هاي بعد يعني ما شوي لا لا خلص انت موجب هاي لما توفيت انت بنسبة لك بنسبة لك سوي نفسك والعيالك انت ومرتك وعيالك كلكم بكبش او نعجة يعني بخروف زيان يصير مو البعير البعير كفي عن سبعة والبقارة عن سبعة لكن بالنسبة لأمك لا خلص انت ما ملزمت تسوي لها بعد مأشكور شيخنا انت كرفعك حياك الله عيني الله يبارك بي هلا نسونا حياك الله حاتم من الفلوجة تفضل بشونك شيخ حياك الله عيني بشونك شيخ رمضان كريم علينا وعليكم يا رب تقبل الطاعات شيخ انا طال ما عندي زيان شيخ اسمعني اسماك واضح كمل انا طال ما عندي اخذت مرأة عرملة وياها اربع عيثان جهال وياها زيان طانعاي بهم ومربيهم طيب صار تقريبا صار تقريبا اربع سنين خمس سنين شيخ شيخ بس شن هو يعني ملق لقين يعني بالبيت يعني ما قدر يعني مغل ادي ويومهم اسورك ويومهم ارحك ويومهم يجون يحطون نفسهم وماني مقدر احاتيهم بينهم هم تزعل اخيان القد اعمارهم والله يعني اكبر واحد تلتة عشر زيان والزغير والله الزغير والله الزغير واثماني ودولاكة سبعة مو بالغين يعني مو بالغين شيخ من اردتي يعني اقعد يومهم وثور فيها يعني يزعلون مايرضون يعني يقعدون يمين ويدفرون ويدفعون هم يدرون بيك انتمو ابوهم يدرون بيك انتمو ابو ابو 13 سنة يدر بيك الباقين يدرون بيك انتمو ابوهم ولا شلوان شو يقولوا لك ياابا يقولوا لك عمو البغية لولاك لولاك ايه لف معاش ويقول هاي يندرلون بيانمو ابوهم اقولهم ياابا انا ابوكم مات انا ابوكم ومهم تنزعل يعني اقولها لا مايصير يعني انا هم حقي عليك لازم يعني ابعدوا اياك اثارك وياك زيان طيب والله شيخ شيخ بس اريد يعني كلي تفتيل بها يعني عوفهم يعني ما اجعلهم هم فرد نوم زي لما ينامون لما ينامون بل يالعودوا قعدوا الاهل وصالف وكذا والله العظيم اختم بالله يقعدون وياي يلقوا عاش في الوحدة يالله ينامون طيب طيب شنو حرس مو حرس يالله ماشي عيني شوية ضاق علينا الوقت هذا سؤالك واضح ماشي عيني طيب عيني بالنسبة الاخ الذي يسأل بان عنده غنم بان عنده غنم من أسأل الله تعالى ان يبارك له فيه واحيانا عندما يحلبونها تتبول وهناك بعض نثار البول يكون في الحليب سوفتي لك بقول الامام مالك رحمة الله عليه بان بول الغنم وبول الحيوانات مأكلة اللحم كالغنم والبقر والابل بان بولها طاهر اذا صغط في حليب لا تنجسه و الا اذا اخذنا بقول الشافعي و بحنيفة هذا يعد نجسا والحليب كله يجب ان يراق لكن حفظا على نعمة من الزوال والحليب نعمة نفتي بقول امام مالك فاقول لك هذا الحليب حلال يحل لك ان تشربه سوي خاصر طلب من زبل حلال خلاص الامام مالك يقول عنا امام مالك يعني كان يقول امام الشافعي اذا ذكر العلماء فمالكن النجم امام دار الهجرة رحمة الله عليه جائز جائز بوله طاهر طيب الاخ صاحب الاخ الذي تزوج ارملة طبعا لا يحق للارملة ان تمنع نفسها من زوجها بحجة ان ابناءها يرفضون او يجلسون فيما بينهم طيب انما الواجب عليها شرعا ان تقول ان تربي ابناء على نوه هذا هذا مثل ابوكم من يجي يمي خلونا نسولف خلونا نتشاقق خلونا واحد نروحوا ما بها عيد يحق لها ان تراف بايتامها نعم لكن اه هنا عمهم يعني زوج امهم غير مقصر معهم المطلوب منك اخي الكريم ان ترعاهم كما ترعى ابناءك كأنما ابناء وان تبالغ في رعايتهم وفي الحنال لهم عندئذ سترى بان زوجتك تستجيب لك اذا رأت زوجتك منك غلظة تجاههم اذا رأت غلظة ويعني تظهر بانهم ليسوا ابناءك اذا رأت غلظة عندئذن بلا شك اي اعتراف منك هي رح تزعل هاي ام لكن اذا رأت منك حنية ورأت منك شفقة ورأت منك نفقة فلوس ورأت منك معاملة تحبهم وتشيلهم وتلعبوا اياهم وكذا كأنما اب عندئذن اذا وبختهم او اذا منعتهم ما رح تزعل سيكون هناك تكافؤ بالميزان فعاملهم كما تعامل ابناءك عندئذن زوجتك سترى بانها ما رح تزعل ولا رح تغضب اذا وانت لا يحق لك ان ايتام خاصة المبالغين المبالغين اياك ان تؤذيهم الا من باب التربية التربية نعم شفته يسيء شفته يعصي شفته يغضب الله سبحانه ربيه بالتوبيخ حتى اذا كان بالضرب غير المبرح لكن ليس على تأديب وليس تعذيب تأديب وليس تعذيب اذا المسألة المتكافئة انت راعهم وهي زوجته ايضا زوجتك عليها ان تتقي الله فيك كما تتقي الله في ايتامها كما تتقي الله في ايتامها تتقي الله فيك لان لك عليها حق انت يعني زوج ولازم ترعي هذه المسألة سواء الله تعالى ان يتقبل من يومكم صالح الأعمال انتهى وقت البرنامج نتواصى بالدعاء يدعو بعضنا لبعض ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحابي أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته